الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ادنى الصراط المستقيم صراط المدين ألعبت عليهم غير المدوب عليهم ولا الضالين الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعله عمجا قل من ينذر بحسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصامحات أن لهم أجرا حسنا ماكتين فيه أبدا ويؤمر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهمه من علم ولا لآبائهم كمرت كلمة تقرد من أخوانهم يقولون إلا كذبا فلعنك باخن نفسك على آثانهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إما جعلنا ما على الله زينة لها لنبلوهم أيهم محسن عملا وإما لجاعدون ما عميها صعيدا جرزا ومحسمت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجلا إن أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من مملنا رشدا فضربنا على آبالهم في الكهف سنين عمدا فهم معثنا لنعلم أن الحزبين أقصى لما لمثوا أمدا نحن نقص عليك بمهوم الحق إنهم كثية آلا وبربهم وزدنا مودا وربقنا على قلوبهم إن قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض ندعو من دونه إله لقد قلنا إذا شكطر هؤلاء قومنا اتفضوا من دونه آلها لو لا يأتون عليهم من سلطان مين فمن أظلم من من افترى عن الله كذبا وإذا اعتزلتموا هو ما أعبدون إلا الله فأروا إلى الكهف ونشر لكم ربكم من رحمته ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أبلكم من رفق وترشمت إذا قلع التزار عن كهفهم ذات اليمين وإذا غرضت قلطهم ذات الشمال في فتوة من ذلك من ملايات الله أن يهد الله فهو المتبه ومن يضبه فلا أرتبه لهم وليا مرشدا وتحت لهم أيقاضا وهو مرقود ونقلبه ذات اليمين وذات الشمال وكلبه ما فط وضراعه بالمصيد فلنطلعت عليهم لوليت منهم قرارا ولمرئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم يتساءل بينهم قال قائد منهم كم نبستم قالوا لمثنا يوما أو بعض لوم قالوا ربكم معلم لما نبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى مدينة فينظر أيها أذكى طعاما فلنأتكم برسق منه وليتلطف ولا يشكرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجعوكم ويعيدوكم في ملتهم ولا تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وحد الله حب وأن الساعة لا ريب فيها إذ تنازعون بينهم أمرهم فطالبنوا عليهم بنيانا ربهم معلمهم قال يذين غلبوا على أمرهم لنستخدن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلمهم ويقولون خوصة سابسة كلمهم رغمهم بالغيب ويقولون سفعة وثامنهم كلمهم قل ربي أعلم لعدتهم ما يعلمهم إلا قدير فلا تبار فيهم إلا مراعا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقول أنه لشيء إني فاعل لذلك غدا إلا أن يشاء أذكر ربك إذا أسيت رب العساء يهدي لربي أقرب من هذا رشدا وذبثوا في كهفهم ثماثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم لما نبثونه غير السماوات والأرض أرصد به وأسمع ما لهم من دونه من وليه ولا أشرك في حبه أحدا والذباء هي ليك من كتاب ربك لا منذن لكلماته ولا تجد من دونه منتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالرناة والعشي يريدون واجهبوا ولا تعب علناك عنهم وني بزينة الحاة الدنيا ولا تضح من أغفلنا قلبه وعلى ذكرنا واتبعك وهو كان أقوله فرطا وقل الحق من ربك فمنشاء فلنطر ومنشاء فلنكفر إما أعتذنا للطالبين نارا أحاطمهم صرار كهام وإن يستغيثوا يضاقوا بما إن كلم يشفي الوجود بئس الشراب وساء المتفقون من الذين آمنوا ورعبنا الصالحات إما لا نبي أدر من أحسن أعملا أولئك لهم جنات ومن ينتجن من تحتهم الأنهار وحلقون تحلون فيها من أسابر من ذهب ويلبسون ثيابة أقرى من سودس واستبرق واستبرق ودكئين فيها لعلى الأمار نعم الثراب وحسنا ورتفق وظلمنا مثلا وجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعنام واحسسناهما بمخل وجعلنا منهما زرعا كل ذا الجنتين آتت بقلها ولم تظنهم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاربه أم أكثر منك ماله وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أدن أنت من هذه أبدا وما أدن الساعة قائمتا ولئن جد إلى ربي أبدا نحي رب منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاربه أكفرت بالذي خلقك من تراب خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشيق بربي أحدا ولولا إذ خلقك جنتك قوت ما شاء الله لا قوة إلا منها إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتي لي خيرا من جبتك ويرسل عليها أصبالا من السماء فكسبح صعيدا زمقا أو يصبح ماء هرارا فلن تستطيع لن طلبا وأحيط بثمره فأصبح القلب مكفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية وهي خاوية على مروجها ويقوم يني تنينا أشرك بربي أحدا ولن تكن له فئة يوصرونه من دون الله وما كان تصرا هناك الولاية إلا للحق وخير ثابا وخير مقبال وطلبناه مثل الحياة الدنيا كما لنزلنا من السماء فاختلط منه مبات الأرض فأصبح هشيما دبره الرياح وكان الله على كل شيء مقدبرا المال والمنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عدم ربك ثابا وخير الأملا ويوم نصدروا جبال وترى الأرض بارزا وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعددوا على ربك سفلوا لقد تئتمونا كما خلقناكم أول مرة فلزعمتم أن لن نجعل لكم موحدا نوضع الكتاب فترى مجدمين مشرقين مما فيه ويقولون ويقولون يا رين تنامى في هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة صغيرة ولا كبيرة إلا أحصوها فوجدوا ما عملوا حالقا ولا يظلم ربك أحدا وإذ دلنا للملاء تسجدون آدم فسجدوه إلى إبليس كان من الجن ففسق عن أرض ربه أفتتخذونه ودريته أولياء من دوني وكم لكم عدو بئس من طالبين بدلا ما أشدهم خلق السماء والأرض ولا خلق أمسهم وما كنتم اتخذ المضلين عقبا ويوم يقولنا نوش وكائن الذين ازعمتم فدعوهم فلن يستدينونهم واجعلنا بينهم مربقا ورأى المدلمون وفضلوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان ثرج إن جدنا وما منع الناس أن يؤمنوا إجاهم الهدى ونستغفل ربهم إلا أن تاتيهم سنة الأولين إلا أن تاتيهم سنة الأولين أو نأتيهم العذاب دولا وما يرسل المرسمين إله مشرين وموذرين ويجادل الذين كفروا بما اضطروا بطومه حق وانتخذوا آيات وما رادوا ومن أقدر مما تذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يدا إما جعلنا على قروبهم لكنة أن يفضحوا في آبانهم وقرى وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إلى المبدى ورأوك الغرور الرحمن لو آخرهم مما تسنون عن جلده والعذاب بل لهم موعد من يجدوا من ردو به موئنا وتلك القرى أهلتناهم لما أظنوا وجعلنا بمهلكهم موحدا وإذ قال موسى فتاهم لا أبرو حتى أبرو مجمع البحرين أو أرضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما لسا عوتهما فانتحل سميلا وفي البحر صرما فلما جاوزا قال لفتاه آتنا وغانا لقد نقينا من سفر لها لا نصبا قال أرأيت إن أعينا إلى الصحرة فإني نسيت الحوت وما أنسانه إلا الشيطان فلنذكرا وانتقى سبيله في البحر عجدا قال ذلك ما كنا نبقى ترتد على أفادهما القصصا فوجبا عددا من عبادك آتينا ورحمة من عودنا وعلمنا أملنا حيما قال لفتاه أن تتبعك على أن تعلمني مما علم ترشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خطرا قال ستكتني إن شاء قال صامرا ولا أمسي لك أمرا قال فإذا اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا نكبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا مرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تأخذني بما نسيت ولا ترحقني من أمري عصرا فانطلقا حتى إذا نقيامنا من فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقم جئت شيئا مكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء معنى فلا تصاحبني قد بلغت بلدني عبرا تنطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبروا أن يطيفوهما توجدا فيها جدارا توجدا فيها جدارا يريد أن ينقذ فأقامه قال لو جدت لتقذت عليه أجرا قال هذا خرا وبيني وبينك سأنبئك بتأثير ما لن تستطيع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن عيبها وكان وراءه الملك وكان وراءه الملك يأذو كل سفينة رصبا وأبوهما الغنام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرتقهما تغيانه وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه سكاته وأقرب رحما وأبوهما الجدار فكان بغنامين يتيبين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغوا أشهدهما ويستغنجا كنزهما رحمة من ربك وما فعطوا المبني ذلك تأويل ما لم تستطيع عليه صبرا ويسألونك عن ذلك القرين قل سأتنو عليكم منه ذكرى إنا مكناه في الأرض وآجلناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بل وغارب الشمس وجدها تغرر في عين حمية ووجد عينها قرما قلنا لالقرنين إما تعذب وإما تتخذ فيهم قصنا وأما منه ضمن فسوف تعذبه وثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا ملكرا وأما من آمن وعمل صالحا فلنه جزاء للحسنى وسنقول له من أهلنا نسرا وقلنا أتبع سببا حتى إذا بل ومطع الشمس وجدها تتلع ولا قوم لم نجعل لهم من دونها سفرا كذلك وقد أحقنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قرما لكادون يفقون قولا ورؤيا بالقرنين إما يأجوج ومأجود مفسدون في الأرض فهل نجعل لك فرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني بقوة أدعى بينكم وبينهم ربما آتوني زبر الحديد حتى وإذا فاء من الصدقين قال حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه الإطرا فما اصداروا أن يرهر وما استطاعوا ذو نقبا قال هذا رأة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله ذنكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يمون في بعض ونفخ في الصدفة معا جمعا وعرقنا جهنم يرعي من الكافرين أرضا الذين كانت أقلهم في غطار وعن ذكري وكانوا لا يستطيعون سبحا فحسب الذين كفروا أن يتخذوا عباني من دوني أولياء إنا أعتددات هنم للكافرين هزلا قل هل منبئكم بالأحسن لأعمالا الذين ضل سعرهم في الحالة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك المبين كفروا بآيات ربي ونقاهه فحمضت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاءهم جهنم بما كفروا وانتخذوا آياتي ورسلي مزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات جئتا وزلتنا خالدين فيها لا المبود عنها حولا قل لو كان البحر مدادا بكريمات ربي لنفذ المحر قبل أن تنفذ كريمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو نقاب ربه فلعمل عملا صالحا فلعمل عملا صالحا ولا نشرك بعبادة ربه أحدا الله أكبر